وفي مقال نشرته صحيفة الوطن بعنوان القرار لم يعد قطريا أكد الكاتب فريد أحمد حسن أنه في حال استجابة قطر لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب فأن الرباع العربي سيحتضن قطر وشعبها الشقيق بكل رحابة صدر يقول مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إن عودة العلاقة مع قطر مشروطة باستجابتها لمطالب دول الرباع العربي ومنها انهاء وجود تركيا العسكري وخفض علاقاتها مع إيران تأكيد على موقف السعودية والبحرين والإمارات ومصر الذي لم يتغير منذ أن اتخذت قرار قطع علاقاتها مع قطر قبل ثلاث سنوات وتصر عليه فعودة العلاقات إلى ما كانت عليه أمر تعده الدول الأربع من المستحيل إن لم يتحقق لها ما تريد المعلمي قال ببساطة في مدخلة تلفزيونية إذا استجابت قطر لتلك المطالب فإنه برحابة صدر سيحتضن الرباع العربي قطر وشعبها الشقيق الذي ينبغي أن يعود إلى مكانه الطبيعي بين شعوب مجلس التعاون الخليجي المعلمي قال ببساطة أيضا ردا على سؤال عن إمكانية استجابة قطر لهذه الشروط مثلما اتخذت قطر الخطوات التي أدت إلى هذه المطالب يمكنها العودة لرفض تلك الخطوات بالطريقة نفسها ورأى أن هذا الأمر ممكن لأنه بيد القيادة القطرية ولفت إلى أن السعودية وشقيقاتها كثيرا ما يعبرون عن أن المجال مفتوح للتفاهم مع القطريين إذا ما نفذوا تلك المطالب على الطبيعة هذا ما تأمله الدول الأربع التي تركت الباب مواربا وقررت أن تفتحوا على مصراعيه لو أن قطر قررت العودة إلى رشدها لكن وقع الحال يقول بغير هذا فقطر لم تعد تستطيع الإفلات من الحطنين التركي والفارسي ومن حطن جماعة الإخوان المسلمين فهذه الحواضل التي استقرت فيها وقدرت وقررت في لحظة تهور أنها مناسبة لها وقادرة على حمايتها مصنوعة من مواد تمنع الإفلات منها فلا حيلة لمن اختارها سوى أن يظل لاصقا بها ولا حيلة له سوى أن ينفذ أوامر وتوجيهات أرابيبها ترجمة نانسي قنقر